تحية طيب لكم جميعا نرحب بكم في قناة حياتنا ورلايف وندعوكم للاشتراك في قناتنا هذه القناة تقدم لكم حسريا وبشكل مجاني جميع هذه الفيديوهات بالإضافة إلى شروحات مميزة للمناهج اللغة الإنجليزية للمدارس الخاصة في الأردن مثل Next Move مثل أيضا Look و Close Up بالنسبة ل Look و Close Up هي توضع على حالة الـ Private أو الخاص فأي حد يريد أن يستفيد من هذه الفيديوهات في شروحات الكاملة لهاي المادتين يريد أنه يبعثلنا إيميله على إجيميل من أجل أن يتم تفعيل مشاهدة هذه الفيديوهات وبشكل مجاني لكم أعزائنا طلاب الصف الرابع أن نحن نبارك لكم انتهاء أول وحدة وإن شاء الله نكون مستعدين لامتحاننا الأول في مادة الاجتماعيات ونحن كتير مبسوطين معاكم وكتير انبسطنا في مشاركاتكم المميزة واللايكات اللي بتبعتوننا إياها وتعليقاتكم الجميلة اليوم برح بس نحل أسئلة هذه الوحدة يعني زيك عنها مراجعة لكل الأربع لدروس اللي أخذناهم زي الحوار زي الاحترام زي بناء الشخصية كلها كانت دروس حلوة كتير وكتير استفدنا منها ولازم نحن يا رابع نطبقها في حياتنا اليومية أي حد حاب يحضر أي فيديو سابق من هاي الفيديوهات أو حتى الأسئلة الفيديوهات القادمة ياريتون يبعتننا لا ياريتون يكبس بس على البلايليست أو على قوائم التشغيل هاي بتلاقوها على صفحتنا الرئيسية على اليوتيوب من الصفحة الرئيسية بتضغطوا على القائمة المكتوب عليها قوائم التشغيل بصفحة الرئيسية وبتختاروا فيها من الصفة الأول للصفة العاشر الفصل الدراسي الثاني بتلاقو فيها حتى نماذج الامتحانات للشهر الأول والثاني والنهائي كلها موجودة وبشكل مجاني طيب نبلش مع بعض بأول سؤال أول سؤال بيقول لنا يا رابع أعطوني ثلاثة أو ثلاثة من عوامل بناء الشخصية نحن حكينا عوامل بناء الشخصية يا رابع هي عبارة عن نقطتين متوارثة ومكتسبة المتوارثة نحن حطينا مثالين عليهم والمكتسبة حطينا كمان مثالين عليهم فهيك ذكرنا نحن هون أربعة أمثلة أو ثلاثة عوامل يعني أكثر من ثلاثة هلأ عامل المتوارث أي إشي أنت بتتوارثه من أهلك مثل طول القامة مثل لون لون العيون مثل مرات البشرة تمام أي إشي تورثه من أهلك يعتبر عوامل متوارثة يعني أنت ما إليك تخل فيها أنت لم تكتسبها إنما اكتسبتها من أهلك بالوراثة أما العامل الثاني هي العوامل المكتسبة أنت بتتدرب عليها أهلك بقولولك يلا تدرب على آلة معينة تدرب على لعبة رياضية معينة مهارة تكتسبها ممكن بتحب أنت تصمم الأزياء للشباب والبنات فإذن آلات الموسيقية العزف عليها تعتبر أمور مكتسبة رفع الأثقال مثلا أمور مكتسبة السؤال الثاني بيحكي لنا أذكر أو أكتب أربعة من آداب الحوار نحن حكينا آداب الحوار للحوار إلو آداب إلو أسس عدة مش بس هنه أربعة هنه بجوز خمسة أو ستة من أهمها عدم التحيز للرعي والبعد عن الإنفعال وعدم المقاطعة ما بصيرش أنت تقاطع الشخص اللي عمامك اللي عم بيحكي يجب أن نصغي وننتبه له هاي الآداب لكل إشي بالحياة إلو آدابه يعني الحوار جدا مهم وعشان أنت تكون محاور صاح بدك تسمع بالأول اللي قدامك شو عم بيحكي بل كي حكى شغلة تتوافق مع رأيك فبالتالي ما في داعي لمناقشات زيادة أو لأنه يصير في تضارب بالرأي طيب أيضا لازم أنه نحن ما نتحيز للرأي وخلص نعتبر أنه رأينا هو الصحيح طيب خلينا نعطي مثال على آخر درس درسنا في الفيديو السابق وهو الحقيقة والرأي بدنا نأخذ مثال على حقيقة ومثال آخر على الرأي الحقيقة مثلا تشرق الشمس من الشرق فيك تحكي تتبخر المياه عند درجة حرارة صفر سوري مية بتقدر تقول أنه تتجمد المياه عند درجة حرارة صفر هذه حقائق لا يمكن تغييرها يا رابع الرأي أي إشي بالدنيا أحكي عنه بتحكي أنك أنت بتحب تلعب لعبة الشطرانج بتحب تلعب لعب إلكترونية بتحب تتمشى بالحارة بتحب تلعب فطبول هي رياضك أو هي لعبتك المفضلة إلي بدك إياه أكتبها السؤال الرابع بقولي أذكر طريقة تعبر فيها عن أنت كيف بتحترم البيئة نحن قلنا للاحترام إلو عدة مظاهر صح يا رابع طيب يعني احترامك لأهلك احترامك للأشخاص احترامك لمعلمينك احترامك أيضا للمباني المدرسة هاي تعتبر أشياء مادية تمام وفي عندك شغلة مهمة جدا اسمها احترامك للبيئة انت بتظهرك احترامك وحبك للمباني المدرسة وحبك للبيئة من خلال المحافظة على نظافتها ببساطة لما تكون إنسان كويس وشاطر وبتاكل الشغلة ما بتكب الإشرة على الأرض وما بتكب القمامة على الأرض هذا يعتبر احترام للبيئة لما تزرع النباتات انت بتحترم البيئة لما منع ارتكاب أي مخالفة بيئية تروح تصيد العصفير ممنوع انك تصيدها بتروح بتصيدها انت هيك خالفة البيئة وما احترمت هذه البيئة طيب ننزل للسؤال اللي بعده كتير مهم هذا السؤال كتير بيجي بالامتحانات وحدد المصطلح المناسب من بنك الكلمات لكل من الجمال الاتية بنك الكلمات هي عبارة عن بوكس زي هيك بيكون فيه موجود يا رابع مجموعة من الكلمات المطلوبة اللي هي أهم الكلمات يعني نحن سميها الكي ويرتس أو الكلمات الرئيسية في وحدتنا هاي كلها كاملة يعني تعرفنا على مفهوم الحقيقة الحوار بناء الشخصية الصفات المكتسبة والاحترام شو كل واحدة من هاي النقاط هو حلها يعني لما احكي لك خلق انساني يعبر عن تقديرك انت لنفسك وكيف انت بتتعامل مع كل شي حوالك سواء كان جمادات او كائنات حية انت بتعاملها بتقدير باحترام بعناية باهتمام شو هذا التعريف هو تعريف الاحترام فكلمة الاحترام هاي منيجي منكتبها هون في هذا الفراغ السؤال التاني بقولك شو هي مجموعة من العوامل يلي بتساهم يعني بتساعد في تشكيل صفات الفرد وسلوكه وتطوير شخصيته اشي بساعد يشكل صفاتك بخلي شخصيتك حلوة بخلي شخصيتك سيئة اي اشي حوالك شو هو هذا الاشي اكيد بناء الشخصية اذا تشكل صفات الفرد وسلوكه وتطويره تطوير شخصيته اذا هادي بنا نكتبها هون طيب شو هي المعلومات يا رابع والاحداث الثابتة التي لا تتغير يلي تم اثبات صحتها وتأكدنا انه هي دقيقة وصحيحة مية بالمية شو رأيك برافو الحقيقة فايزان الحقيقة راح نكتبها هون برقم 3 رقم 4 بقولك تبادل الحديث تمام هلا راح نحكي لكم ايهم الكلمات كلها كاملة شو يعني تبادل الحديث والنقاش بين شخصين او اكثر حول موضوع معين مش ضروري بس اتنين عم بيحكوا مع بعض هو وسيلة لتواصل وتبادل الاراء والافكار ممكن شخصين ممكن مجموعة كاملة عم بتبادلوا النقاشات معينة هذا نحن نسميه الحوار اذا كلمة الحوار هون بدنا نكتبها في هذا الفراغ طب شو هي الصفات التي لا تورث من الابوين تكتسب بالتدريب بالتدريب بالتعلم تنشأ هاي الصفات نتيجة خبرات ومواقف نحن نمر فيها اكيد هي الصفات المكتسبة هو اسمها هاي هون قالك تكتسب اذا الاجابات مرة تانية اول واحدة الاحترام بعدين بناء الشخصية بعدين تكتب لي بالفراغ اللي بعده الحقيقة ثم الحوار ثم الصفات المكتسبة طب خلينا نروح شوي على التفكير الناقض ونقرأ شو السؤال بيحكي اه قبله في عنا هون اختيار للاجابة الصحيحة من اوجه احترام الاخرين انه انت كيف تحترم الاخرين هل تقاطع حديثهم هل تسخر منهم يا رابع اولي نعم ولا لا هل تتقبل افكارهم لما تيجي انت تحترم الاخرين نعم تقبل افكارهم مش دروني انا خلاص اعتمدها مية بالمية لا انا اتقبل حر يعني بقول له انت هذا رأيك انت حر كل واحد فينا حر برأيه طيب لما تيجي تقرأ هاي العبارة البحر الميت اخفض بقعة عن مستوى سطح البحر هل هي اشاعة اشاعة يعني كلام غلط هل هي رأيه ولا هل هي حقيقة شو رأيك يا رابع اكيد حقيقة كلنا بنعرف انه البحر الميت ليه حامي هو كتير زي الغور لانه هو منطقة تعتبر من اخفض المناطق بالعالم يعني عن مستوى سطح البحر كتير غميقة وعميقة يعني عرفتو كيف طيب من فوائد الحوار شو هي فوائده للحوار من فوائد الحوار واحد انه يثير النزاعات بين او النزاعات بين الناس هل هو بيعملنا نزاعات بين الناس الحوار طبعا لا طيب هل هو يعمل على زيادة الطلاقة اللغوية طبعا يؤدي إلى زيادة الطلاقة اللغوية طيب هل بعمل على نشر الكراهية طبعا لا بالعكس نحن لما نتحاور معناها ما بدنا نعمل عنف فبالتالي من فوائد الحوار الصح هي رقم با وليس الف ولا جين نيجل التفكير الناقض السؤال الأول بيحكي لك اقترحنا من عندك يا رابع طرق أنت بتحسن فيها من مهارتي أو من مهارتك أنت في الحوار شو ممكن تحكي هذه الطرق أول إشي أنا بالنسبة إلي يعني إلا تستعين بالأشياء الموجودة بالنسبة إلي أنا بحب أن أستمع بانتباه تمام لما أسمع صح بعرف أجاوب صح كمان لأ ممكن أنت عم تحكي مع شخص معين ممكن شغلة مصطلح معين ما فهمته تقول له بالله شو أصدق أنت بهذا المصطلح هذا المصطلح أنا مش فاهمه شو أصدق فيه مش عيب يا رابع أنك تسأل عن شغلة أنت مش عارفها ومش فاهمها وما تسمح لحد يضحك عليك تمام عادي كل ياتنا منعرف شغلات بسيطة في كتير شغلات بالحياة ما منعرفها فدائما أسأل عن أمور أنت مش فاهمها عشان يكمل الحوار صح هاي من أهم النقاط طيب كمان سؤال استنتج خطوات أنت تتأكد فيها من صحة المعلومات اللي وصلتك وصلك خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إجا صاحبك أو إجا صاحبتك قالت لك هيك 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 طيب كيف تتأكد أنا؟ نحن قلنا في الدرس الماضي أنه يجب أن نتأكد من المعلومة من مصدرها الأساسي ممكن أسأل الوالدين الأب أو الأم عن صحة هاي المعلومة ما عرفوا ممكن ألجأ لأشي ثاني أو أخلي حتى الأب والأم واحد منهم يعني أنه يجي يسألي عن الموضوع من المصدر المعتمد يعني إذا في تغير بحالة الجو بكرة بدأت تلج بدنا نتأكد من هاي المعلومة أوكي بحكي مع دائرة الأرصاد الجوية ممكن أحكي مع الصحيف اللي نشرت الخبر هذا هل هن متأكدين منه 100% أم لا إذن أي مصدر معني بالموضوع لازم نسأله يا رابع ما نتأكد ما ناخد الخبر أنه على أساس أنه صح 100% طيب نتناقش مع أفراد مجموعتنا في البطاقات الآتية ونعبر عن رأينا في كل منها تراثها بأنه لازم الطلاب يطلقوا تعليم بلغات أجنبية مما يعزز من ثقافة الانفتاح والحوار مع الشعوب الأخرى حلو هاي فكرة حلوة أنه أنت تتعلم أكتر من لغة يعني فيك تتعلم فرنسي تتعلم اسباني تتعلم صيني من اللغات المنتشرة كتير الخاصة الفترات هاي طيب هاي بطاقة هاي مثلا رأيي أنا فيه ناس بتقولك لا يا شدخني وليش ما أنا عربي ليش يعني أحكي لغات تانية ما بهمني وبدش أسافر برا ولا بدي أطلع برا مثلا حسب كل واحد إله رأي معين يا رابع ما بنقدر نجبر شخص على رأي معين لكن ممكن أنت تأثر في أراء الناس يعني بتقوله مثلا بلكي طلعت منها برا درست في تركيا رح تضطر إنك تتعلم اللغة التركية ممكن إنك تطلع تسافر لأوروبا أو تهاجر لأوروبا أو تهاجر لأميركا الواحد ما بيعرف شو بيصير معه طيب إنه كيف أنت مثلا ما بدك تتعلم لغات أجنبية ما أنت عندك اللغة الإنجليزية لغة أساسية في المدارس ليه ما تتعلمها يعني إذا بتتعلم اللغة الأجنبية اللغة الإنجليزية بالذات فأنت هيك رح تتحسن في اللغة الإنجليزية في المدرسة وتتحسن علاماتك فبالتالي ممكن هيك أنت تتأثر في رعيه طيب فيه بطاقة تانية بتقول الأرادة المعلم أو أرادة المعلم استحاب الطلاب في حصة التربية المهنية لتجميل حديقة المركز الصحي بالحي للإسهام في تحسين بيئة العمل فيه بمشاركة موظفيه بعد أخذ موافقة أولياء أمور الطلبة حلو الفكرة هذه الفكرة تدول على أعمال تطوعية يجب على الطلب المشاركة فيها أنت عم تخدم بيئتك أنت عم تظهر احترامك لبيئتك أنت عم بتشارك بأنشطة لمنهجية بتعزز فيها العمل التعاوني بتعزز فيها عمل الخير بتعزز فيها المفاهيم الحلوة للنظافة والمحافظة على البيئة فهي أمور ممتازة جدا والحلو بالموضوع أنه أنت هون ماخدين موافقة أولياء أمور الطلبة يعني مو جابرين حدا فاللي بدي روح أكيد على هاي النشاط بدي يكون موافق ما عنده مشكلة لا هو ولا أهله في هذا الموضوع هنا في مشروع حلو كتير اللي حاب يعملوا كتير حلو فيك تعمل مطوية للحقائق وللآراء عشان بس أنت تساعد طلاب الصف معك يا رابع أنهم يميزوا ما بين الحقيقة وما بين الرأي تمام يعني تروح تدور على صحف على مجلات تحط صور عبارات عنوان عنوين معينة تقس قسها وتحطها هنا مثلا للحقائق هنا ممكن تحط لا الأراء تمام وتخص الزاوية للحقائق زي ما قلنا وزاوية للأراء وتعملها بشكل ثلاثي بعدهم بتصنفها هاي الصور والعبارات وتحطها مين الحقيقة ومين الرأي وتيجي كله بتلزعوا بهاي المطوية الجميلة وفيك تعرضها أمام زملائك وزميلاتك في الصف وتعلقها في الصف بتتذكروها كلياتكم بتتذكروا هذا الدرس المهم بهاك نحن خلصنا وحدتنا الخامسة اللي هي أول وحدة في الفصل الدراسي الثاني بنشوفكم إن شاء الله على خير في الوحدة السادسة رح نتحدث فيها عن المشاركة في المجتمع قبل شوي حكينا عن هذول الطلاب يلي راحوا في من أجل تنظيف ساحة المركز الصحي فهي كتير أنشطة مفيدة جدا مفيدة إليك مفيدة للبيئة مفيدة للحارة فبدنا نشوف كيف نحن بدنا نعمل مشاركة مجتمعية نتعرف شي يعني كلمة حق شي يعني كلمة واجب شي يعني كلمة مسؤولية ثلاث كلمات كتير مهمين أوكي منشكركم نشكر اجتماعكم وياريت تضلوا دائما متابعينا ومتابعين قناتنا وجميع قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لكم يا حلوين ونراكم في فيديو قادم باي باي شكرا لكم